اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف تعرفنا عليه او عليها كيف تصرف معنا او معها ثم كيف صار صديقنا او صديقتنا هنا فلدينا مثلا متى 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 هي في احد ايام العطلة الصيفية هذا متى احنا كنجوب في احد ايام العطلة الصيفية اين اين كنا نلعب في حينا ونحن مصرورين جدا كنا نلعب في حينا ونحن مصرورين جدا هذه نجوب على اين من حل بيننا يعني من جاء عندنا فجأة حل بيننا طفل غريب فنظر الينا ثم جلس وحيدا واضح اذا من حل بيننا حل بيننا طفل غريب فنظر الينا ثم جلس وحيدا اذا كيف تعرفنا عليه او عليها يلا نجوب على هذه الخطاطة اذا فقررنا الذهاب والتعرف عليه ماضح فقررنا الذهاب والتعرف عليه كيف تصرفنا معه او معها اذا فقررنا قلنا كيف تعرفنا عليه فقررنا الذهاب والتعرف عليه ثم سلمنا عليه واسألناه عن اسمه سألناه عن اسمه كيف تصرفنا معه أو معها فأخبرنا أن اسمه محمد وأنه انتقل للسكن في حينا وأنه انتقل للسكن في حينا إذن كيف صار صديقنا أو صديقتنا إذن هنا كيف صار صديقنا أو صديقتنا رحبنا به وطلبنا منه أن يصبح صديقنا وأن يلعب معنا دائما إذن هنا أطفالي جاوبنا على هذه الإجابات كاملة نعود لكم النص كامل في أحد أيام العطلة الصيفية كنا نلعب في حينا ونحن مصرورين جدا فجأة حل بيننا طفل غريب فنظر إلينا ثم جلس وحيدا فقررنا الذهاب والتعرف عليه ثم سلمنا عليه وسألناه عن اسمه فأخبرنا أن اسمه محمد وأنه انتقل إلى السكن في حينا رحبنا به وطلبنا منه أن يصبح صديقنا وأن يلعب معنا دائما لأن هنا أطفالي وصفنا صديقا إذا أبغيت تصبح صديقا فمثلا أقوله في أحد أيام العطلة الصيفية كنا نلعب في حينا ونحن مصرورين جدا فجأة حلت في عوض حلاء أقول حلت بيننا طفلة غريبة حلت بيننا طفلة غريبة فنظرت إلينا ثم جلست وحيدة فقررنا الذهاب والتعرف عليها هذه اللي وصفنا صديقة ثم سلمنا عليها إذن عليها نقوله صديق ولغنا صديقة نقوله عليها وسألناها عن اسمها وسألناها عن اسمها فأخبرتنا أن اسمها مثلا مريمو أو لوي آمو أو لا أي اسم بغيتم تنطلق فأخبرتنا أن اسمها مريمون وأنها انتقلت للسكن في حينا وأنها انتقلت للسكن في حينا رحبنا بها وطلبنا منها أن تصبح صديقتنا وأن تلعب معنا دائما إذن هذا إلا بنا نوصفه طيب صديقة قلنا فأخبرتنا أن اسمها مريمون وأنها انتقلت للسكن في حينا رحبنا بها وطلبنا منها أن تصبح صديقة أو لصديقتنا وأن تلعب معنا دائما إذن أطفالي هنا جاوبنا على هذا السؤال الأول ندود السؤال الثاني أكتب جملا تناسب كل صورتين إذن هنا عدنا هذه الصورة ونحاول نكتب جملا تناسب هذه الصورة إذن ماذا ننوحد في هذه الصورة ننوحد أن أطفال الحي يلعبون بالحبل إذن سوف نقول كنا نلعب في مثلا في الحي أو لا في الحديقة لابدنا نكتبه نكتبه مثلا كنا نلعب في الحي أو لا في الحديقة ولا في حديقة حي إذن كنا نلعب مثلا نكتبه في الحديقة في الحديقة أو كنا نلعب في الحي بلوجه مسحا كنا نلعب في الحديقة أو الحي لعبة ماذا؟ لعبة الحبل مثل لعبة الحبل كان يراقبنا ولد سكن مؤخرا في حينا لم يكن له أصدقاء مثلنا أصدقاء مثلنا أيضا أعيد كنا نلعب في الحديقة أولى الحي لعبة الحبل كان يراقبنا ولد سكن مؤخرا في حينا لم يكن له أصدقاء مثلنا واضح؟ نزل الصورة الثانية في هذه الصورة نلاحظ أن الطفل يتعرف على الأصدقاء أو الأصدقاء يتعرفون على هذا الطفل إذن تعرفنا عليه ورحبنا به مثلا تعرفنا عليه ورحبنا به نكتب تعرفنا عليه ورحبنا به اسمه مثلا أو لا اسمها اسمه مثلا قلنا محمد كما قلنا في التعبير اسمه محمد تعرفنا عليه ورحبنا به اسمه محمد وهو يدرس في المستوى الثالث ابتدائي ويدرس في المستوى الثالث ابتدائي في المستوى الثالث ابتدائي قلنا تعرفنا عليه ورحبنا به اسمه محمد وهو يدرس في المستوى الثالث ابتدائي هذا وصف لهذه الصورة لابندوز لهذه الصورة نلاحظ بأن الأطفال يلعبون مع ذلك الطفل فأصبح صديقا لهم إذا شنو أقوله هنا سارة يلعب معنا سارة يلعب معنا وأصبح صديقا لنا وأصبح صديقا لنا إذا نعيد كنا نلعب في الحديقة لعبة الحبل كان يراقبنا ولد سكن مؤخرا في حينا لم يكن له أصدقاء مثلنا تعرفنا عليه ورحبنا به اسمه محمد وهو يدرس في المستوى الثالث ابتدائي سارة يلعب معنا وأصبح صديقا لنا نقطة للنهاية وبهكذا أطفال كنكنكم من التعبير الكتابي لأصف صديقا أو صديقة حلة أو حلت بحينا صفحة 22 كنتمنى أطفال الاستفادة للجميع والتوفيق ونجاح للجميع إن شاء الله لا تنسوا أطفال الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس والإعجاب ليسلكم أطفال لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة